السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه النهاردة ان شاء الله يكون معدنا مع حلقة جديدة من الكربولة حلقة النهاردة عن موضوع يؤرق بعض الأطباء وهو موضوع ولكن قبل نبدأ نتكلم في موضوعنا حابب انوه عن تطبيق الكربولة اللي صدر من 3 أيام تطبيق حاليا موجود على بلاي ستور وعلى ابل ستور تقدروا تحملوه وهسيب لكم روابط التطبيق في التطبيق تحت الكربولة كانت فقط مكسورة على الفيديوهات في الفترة اللي فاتت ولكن ان شاء الله على التطبيق هيكون في مصادر معلومات اكتر مقالات هيكتبها بعض الأطباء وأنا من ضمنهم ابحاث عالمية منشورة في مجلات قوية هنساعدكم من احنا ننيلها ليكم مراجع وكتب مفيدة هنبدأ نوجهكم لها لايف ديمون لبعض الحالات هيتعامل على الابليكيشن بعد كده ان شاء الله كمان هيضم تخصصات تانية غير الاندو يمكن احنا كنا في الكربولة حتى الان تخصصنا او القسم اللي احنا مركزين عليه اكتر هو الاندو في بالفعل حاليا تخصص التركبة المتحركة معانا على التطبيق وهيكون في كمان تخصصات اكتر ونخبة من الأطباء العرب بيساعدونا ان احنا نكمل الصورة في الكربولة وان احنا نقدم محتوى مفيد اكتر للأطباء اتمنى تحملوا التطبيق ويتساعدونا بنشره مع زملائكم خلونا نبدأ حلقات صوديوميبوكلوريت اكسيدنت هو البعبع او الفزاعة اللي بيخاف منها اي اندودونتس لسه في بداية البراكتس بتاعه اللي هو دايما عايش في الرقب لا يحصل من كتر ما خوفوه منه ولكن الموضوع لازم نفهم ابعاده الاول علشان نعرف نتعامل معاه ازاي وكمان نعرف نمنعه انه ما يحصلش في الاساس ازاي علشان طبعا الوقاية خير من العلاج كمان لو لا قدر الله حصل ان في حالة حصل لها صوديوميبوكلوريت اكسيدنت معاه حد من الزمله ممكن تكون السبب في انهاء الكارير بتاعه نهائيا لان انت عارف المريض العربي نفسه ما بيتقبلش فكرة المضاعفات اي مشكلة خلال العلاج وبيتفهم الموضوع ده وبالتالي بتلاقي المشاكل بدأت تحصل في العيادة عندك طيب يا صوديوميبوكلوريت اكسيدنت ايه اعرضها الاول لاني بلاقي كتير من الزمله متصل بي مرعوب في نص الليل انا عملت صوديوميبوكلوريت اكسيدنت اتصرف ازاي علشان اصنى في حالة انها صوديوميبوكلوريت اكسيدنت لازم يتوفر فيها الشروط او النقاط اللي انا هشرحها دلوقتي مش بس ان يحصل بين اثناء الانجيكشن بتاع صوديوميبوكلوريت داخل الكنال لازم تظهر الاعراض الاتية رقم واحد سويلنج كبير على وش العيان تلاتة سيفير بين اربعة ممكن يحصل نامنس في الاريا اللي فيها طيب لو العيان اتواجع وهو على الكرسي وانا بعمل انجيكشن للسوديوم هايبوكلوريت هل ده اصنفه اكسيدنت لا هو لسه محصلش اكسيدنت وكان على وجه شك ان يحصل اكسيدنت او عملت اكسيدنت بس ما يظهرش او مصنفوش كاكسيدنت الا بعد ما العيان يظهر عليه الاعراض اللي انا قلتها دلوقتي طيب انا بعمل للإرجيشن بتاعي في الكنال اللي عيان حاس بواجع اعمل ايه يبقى في ساعتها على طول ابدأ اجيب نورمال سالين وابدأ اغسل جوا القناة اللي انا حصل معي الموضوع ده فيها مرة واثنين وثلاثة وبعدين واسيب العيان واتابعه طيب اه اه العيان خلاص قريدي ظهرت له الاعراض دي يبقى اصبح النورمال سالين والإرجيشن والكلام ده ما بقاش حل ولا هو متاح من اساسه وانت مجرد ما يحصل والمريض يبلغك ان حصل التورم على بتاعه يبقى بتوقف اي بروسيديور بتبدي العيان تعليمات ان يجيلك زيارة او زيارة عاجلة بعدها على طول وبتبدأ تستخدم التعليمات اللي هنقول عليها دلوقتي اول خطوة واهم خطوة في علاج هي يبقى طم من العيان يبقى منفعش ان انت تهلع او تفزع قدام العيان لما تشوف المنظر المنظر مرعب فعلا والعيان بيبقى جاي مرعوب طيب انت لو انت كمان مرعوب او انت قدامه مهزوز اصبحت مشكلة كبيرة ومش هتعرف تعمل كنترول على العيان ده يبقى لازم بكل هدوء تقعد وتفاهم العيان ان دي حادث بيحصل او حادث وارد انه يحصل خلال علاج الجزور ولو العيان مستغروا ممكن تقول له ان دي حساسية نتجع عن مادة التطهير وان ان انت هتستبدلها بمادة تانية او اي سيناريو مشابه يقرب للعيان فكرة اللي حصل هنا ايه وتطمنه ان الموضوع ترانزيت او الموضوع وقتي ومن اسبوع العشر تيام وهيروح طيب لو انت فشلت ان انت تعمل كنترول على المريض وان انت تطمنه هنا اصبحت المشكلة او هنا فشل العلاج من قبل ما يبدأ طيب ساعتها المريض ممكن يروح لطبيب تاني يزم فيك ممكن يروح لمحامي ويعمل مشكلة وكل دي حاجات احنا عايزين نتجنبها يبقى الاول لازم اطمن المريض طيب انا خلاص طمنت المريض ايه اللي هيحصل لازم تشوف المريض جايلك فانهي فيز احنا بنقسم استوديوم هايبوكلوريت وفيزيس الفيز الاولانية اللي هو اول 24 ساعة ودي البيحصل فيها بيحصل فيها كبير ال موجود في الاريا دي وبيبدأ يحصل دامج ل موجود في الاريا دي وبيبدأ يحصل ما بين التيشوز الموجوده بها نسجه الموجوده في المكان دا ويبدأ يحصل هميتومة طيب لو العيان جايلي في اول 24 ساعة وديته تعليمات انه يعمل كمدات سقعة على الخد في المكان اللي حصل فيه هقلل حجب ده هقلل كمية اللي هيطلع لان انا هعمل او بالكمدات السقعة دي فهيبدأ يقف اللي بيطلع ويبدأ يتجلط فتنتهي الازمة بتاعت او على الاقل هتبقى مش هتبقى كبيرة قوي زي لو سيبته اول اربعة وعشرين ساعة من غير طيب خلاص اه مرحلة الاربعة وعشرين ساعة الاولانية عدت او العين اصلا جايلي بعد مرحلة الاربعة وعشرين ساعة الاولانية يبقى ساعتها هبدأ اديله تعليمات بورم باكس يبقى ازا لأول اربعة وعشرين ساعة بس بعد كده علشان ابدأ احفز المكان ده انه يحصل فيه ان يبدأ يحصل فيه اللي حصلت ويبدأ يحصل فيه طيب اللي حصلت في المكان ده عملت اللي موجود. اي بيبقى عرض ان يحصل عليه حاجة اسمها شوية بكتيريا اه ماشيين في ما بيعملوش اي مشاكل في الطبيعي. يلاقوا او مكان مفتوح مستعد للاستقبالهم. يبدأوا يعملوا عليه يبقى ازا لازم ادي يبقى انا لازم ادي المريض مضى ضحية وفترة العلاج علشان خاطر امنع ان يحصل ولو حصلت لقدر الله اعالجها. زي ما قلنا الموضوع ده بنفل جدا يعني مش هتقدر تقعد المريض على اليونت علشان تفحص السنة بايدك او ان انت تشيل منها وتعمل او اي شيء انت حابب تعمله فاحنا قلنا ان احنا دايما وقف خطة العلاج او وقف عملية العلاج لحد الاعراض دي ما تروح وبندي طبعا الجيسكس قوي يبقى البين الشديد ده محتاج ان الجيسكس قوي يعمل كنترول عليه سواء حقا او سواء عراس. بجانب التوكسيست اللي حصلت في كمان قوي جدا بيحصل في المكان ده ينتفض علشان يدافع ضد اللي حصل وبالتالي الامور بتزيد سوق فلازم اقل ده او اقل المناعة شوية في المكان ده عشان خاطر ميبقاش قوي ويحصل مشكلة تجاه ده او يحصل يبقى ساعتها لازم كمان ادي ستيرويد بدي ادي حاجة فيها كورتزون لمدة تلت ايام علشان خاطر اقل الحجم المشكلة في المكان ده طيب لو العيان عنده لأي مرض او عنده خطوة دي تبقى جدا ولازم ساعتها استشير الطبيب او بتاعه قبل ما اديه طيب ايه انواع التانية اللي ممكن تعمل لي حاجة مشابهة لآآ عندنا برضو لخطر انه يعمل حاجة تانية اسمها ان يحصل لقدر الله تجمع من الغازات في المكان اللي بيعدي فيه او لو انا استخدمته كآخر عندي وقفلت عليه بتمري وارد ان يحصل الموضوع ده لو اخر استخدمته في القناة هو الهايدروجين بيروكسيد يبقى لازم تغسل بعضه بصلايا مرة او اتنين جوء القناة قبل ما تعفل بتمريفيلنج ما تسيبش كمية كبيرة من الهايدروجين بيروكسيد داخل القنوات عشان لقدر الله ممكن تعمل لك مشكلة اكبر اللي هي الانفيزيمة طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن المشكلة وعلاجها طب ليه المشكلة حصلت من الاول وازاي امنعها دايما بيقولوا الوقاية خير من انا مش عايزك تدخل في المشكلة وبعدين تدور على حل لان هي ممكن فعلا تنهي الكارير بتاع دكتور اه في بداية حياته نتيجة حاجة زي دي وارد انها تحصل مع اي حد هي حصلت في الاساس نتيجة ان انت تستخدم نيدل بلرج جيج وبيتب مفتوحة او مفتوحة في نهاية النيدل طيب ايه اللي بيحصل اللي بيحصل من اتنين يا اما انت كنت بتستخدم النيدل وهي جوه الكنال او حتى لو كنت بتحركها حصل لها جوه الكنال نتيجة الجيج الكبير بتاعها اه اه ضغطت بفرص فحصل بوش ليه الطبيعي ان ما بيوصلش نتيجة خاصية فيزيائية درسناها اللي هي بتمنعه ان يوصل لي من التوس الا او انت عملت برجر عالي وعديته او السيناريو التاني ان يكون السنة كانت اوبن ايبكس او السنة كان الايبكس بتاعيتها وايد اوي فبسهولة جدا مع اي فرص بسيط ممكن يعدي بتاعك طيب لو انت بقى بتستخدم نيدل بجيج صغير تلاتين او واحد وتلاتين مستحيل يحصل معاك الموضوع ده اولا لان الجيج الصغير هيخلي صعب ان النيدل يحصل لها والكنال ثانيا لان او الفتحة الجانبية اللي موجودة في النيدل هتخلي يطلع لاترالي فلو حصل حتى مش هينزل كمان انت دايما وانت بتعمل ايدك شغالة طالعة نزلة ما بتقفش بالنيدل في مكانك وتعمل ده من دوره بيعمل وفي نفس الوقت بيمنع انها تحصل لو ايلك جات في وقت وحسيت ان النيدل حصل لها او ما بتتحركش معاك وقف الضغط بتاعك وابدأ اسحب النيدل اللي برا الاول وعدين ارجع تاني يكمل وانت شغال بتعمل طيب لو العيان اتصل علي بيشتكي من واجعة شديد بعد الزيارة مش دايما هيبقى لان بلاقي ناس كتير متصلة او بتكلمني على الفيسبوك بتقول لي حصل معايا اكسيدنت هو لسه اصلا ما شافش المريض ودي مشكلة كبيرة انت لازم تسأل المريض ايه الاعراض اللي ظهره وتطلب منه ان يزورك في العيادة في اقرب وقته علشان تشوفه وتفحصه لان احنا قلنا ان في اسباب تانية كتير للبين زي اللي تكلمنا عليها في الحلقة الرابعة من الموسم الاول وهسيب لكم برضو رابط الحلقة الرابعة من الموسم الاول في تحت لو حابين ترجعوا ليها علشان تعرفوا انواع واسباب وازاي اشخص كل نوع منهم وازاي اعالجوا لكانت حلقتنا النهاردة اتمنى انها تكون مفيدة ونقدرنا نقدم فيها المعلومة بطريقة بسيطة لو عجبتكم الحلقة متنسوش تعملوا ليها شير على وسائل التواصل الاجتماعي عندكم متنسوش تسيبوا رأيكم في الحلقة وفي التطبيق تحت في التعليقات شوفكم ان شاء الله في حلقة تانية من برنامجكم الكربولة دمتم موفقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته